أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد استلام 2-12 وحدة بايو جاز في مركز زفتة بمحافظة الغربية ضمن مشروع إنشاء 50 وحدة بايو جاز بمركز زفتة بالمحافظة أضافت الوزيرة أن تكنولوجيا البيو جاز تعد استكمالا لمساهمة وزارات البيئة في مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في قرى مصر لتوفير حياة كريمة طريق بالمواطن المصري مؤكدا على دور المرأة المصرية في تطوير الملف البيئي